السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التوحيد نقدمه لكم عبر قنوات المنهل التعليمية ويسعدني أن أكون معكم في هذا الدرس الأستاذ أحمد إبراهيم فأهلا ومرحبا بكم أيها العزاء بداية أرسل الله عز وجل الرسل للناس ينذرونهم ويبشرونهم ويدعونهم إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له ولكن السؤال من هو أول رسول أرسل إلى الناس ومن آخرهم ولماذا أرسلهم الله عز وجل أحسنتم شكرا لكم أحسنتم إذن إجابة هذه الأسئلة هي موضوع درسنا اليوم وهو أول الرسل وآخرهم وحقيقة دعوتهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وهو درسنا الثامن من هذه الوحدة إذن أيها العزاء أول رسول هو صاحب هذه الصورة صاحب السفينة أحسنتم من هو هو نبي الله نوح عليه السلام أحسنتم والدليل قوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلَىٰ نَوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ إذن فأول الرسل هو نوح عليه السلام والدليل قوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نَوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وكذلك حديث الشفاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم يأتون نوحا ويقولون يا نوح يا نبي الله أنت أول الرسل إذن أهدفنا الأول هو أن تحدد أول الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو كما وضحنا هو نبي الله نوح عليه السلام إذن دعونا نبدأ لكن ليس قبل أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أهدف درسنا اليوم تتلخص في النقاط الآتية وهي أن تحدد أول الرسل وقد تنولنا هذا الهدف وهدفنا الثاني أن تحدد آخر الرسل كذلك أما عن هدف الثالث فهو أن تبرر سبب إرسال الله عز وجل الرسل للبشر لماذا أرسلهم الله عز وجل وأخيرا أن تحدد إلى أي شيء دعا الأنبياء الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام فدعونا ننطلق فكر إلى أي نبي تشير الصورة التالية ممتاز أحسنتم جميعا طبعا تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام لكن هل سيأتي أحد بعده صلى الله عليه وسلم لا لن يأتي أحد لكن ماذا لو ادعى رجل النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه أحسنت أحسنت جميعا يجب أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل ولذلك فلن يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء والذلل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين إذن فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين خاتم النبيين معناه أي آخر النبيين لكن ماذا عن من ادعى الرسالة والنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فإنه يكفر إذن فلابد أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين أعزائي هذا هو هدفنا الثاني وهو أن تحدد من آخر النبيين لكن دعونا نفكر في هذه الأسئلة ما الهدف من إرسال الله عز وجل الرسل للبشر لماذا أرسلهم وما جزاء من يطيعهم ويتبع أوامرهم وكذلك على العكس ما جزاء من يعصيهم ويخالف أوامرهم دعونا نرى ذلك من خلال الصورتين الآتيتين وإلى أي شيء تشير هاتان الصورتين أحسنت ينذرونهم ويبشرون كما ذكرنا أولا حلقة أحسنت لكن ما جزاء من يطيعهم أي نعم طبعا الجنة وهو ما تعبر عنه الصورة الأولى أحسنت ممتاز وجزاء من يعصيهم النار أعاذنا الله وإياكم إذن فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين مبشرون من وحد الله وأطاعه برحمة الله والجنة وهم تعبر عنه الصورة الأولى كما أجبتم وينذرون من أشرك بالله وعصاه بصخط الله نعوذ بالله من ذلك والنار والدلل على ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إذن فهذا هو الهدف من إرسال الله عز وجل الرسل إلى الناس أرسلهم سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين يبشرون من وحد بالجنة وينذرون من أشرك بالله والعيذ بالله يبشرونه بصخط الله جل وعلا وهذا هو هدفنا الثالث وهو أن تبرر رسالة الرسل عليه السلام هذا هو هدفنا الثالث لكن ماذا عن الشيء الذي دع الرسل عليه السلام إليه من خلال آية التالية وصورة التالية تعالوا بنا نتعرف ذلك قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ والصورة هي أما الثانية فهي أحسنتم عن أي شيء تعبر الصورة الأولى عن كلمة التوحيد إذن إلى أي شيء كان يدعو الأنبياء يدعون إلى التوحيد أحسنتم وإلى عباد الله وكذلك أحسنت وإلى اجتناب الطاغوت وهذه العبادات الباطلة وتلك الديانات المسوخة الباطلة وهو ما تعبر عنه الصورة الثانية إذن فهذا هو هدفنا الرابع وهو أن تحدد إلى أي شيء دعا الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام إذن فهدفنا أن تحدد إلى أي شيء دعا الرسل الكرام عليهم السلام وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وكذلك اجتناب الطاغوت والدليل هذه الآية التي قرأناها منذ قليل وهذا ما يعبر عنه الهدف الرابع وطاغوت أحبائي هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل إذا كان راضيا كل هذه العبادات والديانات الباطلة فإنها داخلة تحت قوله تعالى واجتنب الطاغوت دعونا نرى هذا النشاط وكالمعتاد ثلاثون ثانية وردت عدة سور في القرآن الكريم بأسماء بعض الأنبياء عليهم السلام اذكر أربعا منها يبدأ الوقت الآن ترجمة نانسي قنقر شكرا للأبطال شكرا شكرا لكم جميعا إذن تعالوا بنا لنرى أسماء هذه الصور تفضل أحسنت بارك الله فيك ماذا بعد إبراهيم عليه السلام شكرا لك تفضل نوح عليه السلام ممتاز ماذا بعد محمد صلى الله عليه وسلم شكرا تفضل ممتاز يوسف عليه السلام كذلك هود ممتاز شكرا لكم أيها العزاء دعونا نستكمل النشاط التالي أستخرج من الجدول الموضوع الذي يربط بين الجمل الآتية دعوة نوح عليه السلام حديث الشفاعة وفيه ثم يأتون نوحا ويقولون يا نوح أنت أول الرسل قولوا تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أول شرك ظهر في قوم نوح عن أي نبي تتحدث هذه العبارات ممتاز أحسنت إذن تتحدث عن آخر الأنبياء وهو نوح عليه السلام شكرا لكم انتهى درسنا سريعا أيها العزاء فدعونا نرخص أبرز هذه النقاط تنولنا سويا أول الرسل وكذلك حددنا آخر الرسل عرفنا كذلك سبب إرسال الله عز وجل الرسل للبشر وأخيرا أن تحدد إلى أي شيء دعى الأنبياء الكرام عليه السلام دعونا نرى كذلك التقويم سريعا والسؤال الأول هو ما معنى قول الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين أحسنت شكرا لك إذن خاتم النبيين آخر النبيين أحسنت شكرا لك السؤال الثاني أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين فبما يبشرون وعن أي شيء يحذرون تفضل ممتاز أحسنت إذن يبشرون من وحد الله برحمته وجنته وينذرون ويحذرون من أشرك بالله وعصاه بالنار ممتاز شكرا إذن ننطلق إلى السؤال الثالث السؤال إلى أي شيء كان الأنبياء عليه السلام يدعون الناس أحسنت شكرا لكن اتركوا لنا الإجابة في تعليق لتحصلوا على درجة تفاعلكم معنا أحسنتم جميعا شكرا لكم إلى هنا أعزائي الطلاب انتهى درسنا سريعا شكرا لكم ولا تنسى ورقة العمل على موقع المدرسة على الرابط التالي ونلقاكم إن شاء الله عز وجل في درس جديد وضمتم في أمان الله ونلقاكم على خير كل عام وأنتم بخير نتمنى لكم النجاح والتوفيق شكرا لكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا لكم